لا يوجد ربما سفر من الأصفار إلا ونجد فيه نصوص التوحش مثلا بالتثنية وأما بدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تصبق منهم نسمة يعني إذا دخلت كما الآن يفعلون في غزة يعني إبادات جماعية سفر العدد من الأصفار أيضا القديمة والمتفق عليها وسبى بنوا إسرائيل نساء مديان وأطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم وكل أملاكهم وأحرقوا جميع شوفوا الإحراق هذه القنابة الفاسفورية مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار هذه النار والإحراق هي أيضا ثقافة إسرائيلية لاحظوا هذا النص قال ميمانود الشفقة ممنوعة بالنسبة للوثني يعني من هو نفني؟ أي واحد غير اليهود أي اليهودي مسيحي مسلم كله فإذا رأيته واقعا في نهر أو مهددا بخطر فيحرم عليك أن تنقضهم كافي لأن السبعة شعوب الذين كانوا في أرض كنعان المراد قتلهم من اليهود يعني اليهود أرادوا قتلهم لم يقتلوا عن آخرهم بقي منهم بل هرب بعضهم واختلط بباقي الأمم ولذلك قال ميمانود إنه يلزم قتل الأجنبي لأنه من المحتمل أن يكون من نسلهم وعلى اليهودي أن يقتل من تمكن من قتله وإن لم يفعل فمأثوم وقال التلمود من العدل شوفها القاعدة الخطيرة من العدل أن يقتل اليهود بيده كل كافر لأن من يسفق دم الكافر يقرب قربانا إلى الله لله لا يجوز ذك أن تشفق على قتل غير اليهود الشفقة ممنوعا بل تقتله قربة إلى الله تتقرب إلى الله بقتله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر